بسم الله. النهاردة هنتكلم عن الدرس التاني في الواحدة السابعة المجالات الكهربية. طيب تعالوا نقول مثال بسيط كده عشان يوضح لنا المفاهيم اللي هنقولها. احنا دلوقتي وانت قاعد على الكرسي. لو انا شلت الكرسي ده من تحتك ايه اللي هيحصل لك? هتقع. ولو لقدر الله شلنا الارض دي هتقع. او لو كرة على تربيزة وشلنا التربيزة هنلاقي الكرة بتقع. ايه اللي بيحصل? ان احنا جوانا طاقة مختزنة. دي جاية من ايه? جاية من جذب الارض لينا. احنا طول الوقت في قوة جذب الارض علينا. فطول ما احنا واقفين احنا في طاقة مختزنة جوانا. وكل ما بنرتفع لأعلى عكس قوة الجذب دي كل ما بنزود طاقة الوضع. فعشان كده لو انت جبت كرة على بعد معين وسبتها وعليت الكرة وسبتها فهتنزل بسرعة اكبر لان جواها طاقة طاقة وضع مختزنة اكبر. فبشكل عام لما بنحرك اي حاجة في الدنيا فعكس اتجاه استقرارها فاحنا كده بنزود طاقة الوضع المختزنة فيها. يعني ايه? يعني زي ما بنقول لما بترفع كرة الاعلى عكس اتجاه قوة الجذبية فانت بتعمل ايه? بتبزل شغل عليها. الشغل اللي انت بتبزله ده بيروح فين? بتكتسب الكرة طاقة وبتختزنها وبتختزنها في صورة طاقة وضع جذبية. ليه? عشان نشأ عن قوة الجذبية. ولما بنسيب الكرة بتبدأ اتحول طاقة الوضع دي لطاقة حركة. وتقل طاقة الوضع المختزنة جواه. او فاكرين في الفصل اللي فات قلنا ايه? لما كان عندنا زنبورج. وكان فيه كتلة. لما كنا بنبعد الكتلة دي يعني كنا بنقصر بقوة وبتتحرك مسافة. فكنا بنقول ان احنا بنبزل شغل. طب الشغل ده بيروح فين? بيختزن في الكتلة ديت في صورة طاقة وضع مرونية. طب احنا هنا بنتكلم على شحنات كهربية. فاكيد طاقة الوضع هتبقى اسمها ايه? طاقة وضع كهربية. فبنفس الطريقة لو انا عندي شحنة وحركتها في عكس اتجاه القوة الطبيعية بتاعتها. فانا بعمل ايه? بزود الطاقة المختزنة جواها في صورة طاقة وضع كهربية. طاقة الوضع الكهربية ديت المختزنة لكل شحنة دي اللي بنسميها فرق الجهد الكهربية. هو ده تعريف فرق الجهد الكهربية بكل سهولة. ان انا بعمل ايه? لو انا عندي شحنة موجبة. وعندي شحنة سالبة. فاتجاه القوة الطبيعية بينهم هيبقى ايه? ان السالب هينجزب للموجب. طب لو انا جيت. وحركت السالب ده في عكس اتجاه القوة الطبيعية. فانا بعمل في ايه? بأثر عليه القوة وبحركه مسافة. فانا كده ببذل عليه شغل. والشغل ده بيروح فين? بيزود طاقة الوضع المختزنة جواه. فايه? تعريف فرق الجهد الكهربية? هو الشغل اللازم لتحريك شحنة اختبار موجبة من نقطة الاخرى. مقسوم على مقدار شحنة الاختبار دي. او بدل الشغل ده. قلنا قبل كده ان الشغل هو هو التغير في طاقة الوضع الكهربية لكل واحدة شحنة. يعني الدلتة فيه اللي هو فرق الجهد هو مقدار الشغل المبزول او مقدار طاقة التغير في طاقة الوضع اللي حصل للشحنة على مقدار تلك الشحنة. طيب فرق الجهد ده بيتقزل بايه? يتقاز بواحدة الفولت. طب الواحد بيكافق ايه? باين من القانون. الشغل بيتقاز بالجول. والشحنة بتتقاز بالكولوم. يبقى الواحد بيكافق واحد جول لكل كولوم. يعني هي الطاقة المختزنة في كل شحنة. طيب. تعالوا نلعب لعبة بسيطة. امتى فرق الجهد الكهربية يكون موجب? يعني امتى? بزود الطاقة المختزنة جوه الشحنة. فلما بنحرك شحنة في عكس اتجاه المجال. يعني لو انا عندي شحنة سالبة. وشحنة موجبة هي. فاتجاه القوة الطبيعي. ان الموجب ده هيروح فين? هينجزب للسالب. طب لو انا قصرت بقوة على الشحنة. فعكس اتجاه القوة الطبيعية. ايه اللي هيحصل? يعني انا كان عندي هنا فيه طاقة وضع. وقصرت بشغل. فالشغل دوت اتخزن جوه الشحنة في صورة طاقة وضع. فالوضع النهائي ان طاقة الوضع زادت. واحنا قلنا ان الدلتا في هي بتساوي الشغل لكل شحنة او التغير في طاقة الوضع لكل شحنة. التغير في طاقة الوضع اللي هو طاقة الوضع النهائية نقص طاقة الوضع اللي ابتدائية. طب احنا قلنا ان طاقة الوضع النهائية زادت يعني الفرق بينهم موجب. وبالتالي الدلتا في موجبة. يبقى امتى فرق الجهد الكهرابي بيكون موجب? لما بحرك شحنة في عكس اتجاه المجال. فانا ببزل عليها شغل. فبزود طاقة الوضع. فالتغير في طاقة الوضع هيكون موجب. وبالتالي فرق الجهد الكهرابي بين نقطتين هيكون موجب. فلما يجيب لك بقى اي لعبة انت هتكون فاهم الفكرة ايه. فلما يقول لك مثلا لما تحرك شحنتين مختلفين بعيدة عن بعض. ادي شحنتين مختلفين. تحركهم بعيدة عن بعض. فيلا اشتغل انت بقى. الوضع الطبيعي ان هم ينجذبوا. فانا لما بحركهم بعيدة عن بعض بزود طاقة الوضع. وبالتالي التغير في طاقة الوضع هيكون موجب. وبالتالي فرق الجهد هيزيد او هيكون موجب. ولعكس صحيح. لما يبقى عندي شحنتين مختلفين. وابدأ ان انا حركها في نفس اتجاه القوة الطبيعية. ايه اللي بيحصل? تخيل ان انت ماشي وفي واحد ام جاي زقك. فهل هتبزل نفس المجهود? لا خلاص انا اعتمد على اللي بيزقيني. فانا كده بقلل من طاقة الوضع اللي مختزنة جوايا. وبالتالي طاقة الوضع النهائية اقل وبالتالي التغير في طاقة الوضع هيكون سالب. فالجهد الكهرابي هيكون سالب. فلما بسيب الشحنة تمشي في نفس اتجاهها الطبيعي. فهي كده بتفقد جزء من طاقة الوضع المختزنة جواها ان هي بتتحرك. وبالتالي طاقة الوضع النهائية بتقل. فالنهائي ان اوصل الابتدائي هيبقى بالسالب ففرق الجهد هيكون بالسالب. فنفس اللعبة لو عندي شحنتين متشابهين. وحركتهم بعيد عن بعض. هو القوة الطبيعية ان هم هيتحركوا فين? بعيد عن بعض. فلما ازقوهم في نفس اتجاه القوة الطبيعية فانا بعمل ايه? بقلل طاقة الوضع المختزنة فيهم. فالبي اي اتنين نقص البي اي واحد. البي اي اتنين قلت عن البي اي واحد. فالفرق ما بينهم هيكون بالسالب. وبالتالي هيكون فرق الجهد الكهرائي بينهم بالسالب. طيب هل ممكن احرك الشحنة من مكان لمكان وما يحصلش فرق جهد? اه. احنا قلنا ان فرق الجهد بيساوي ايه? دابليو على كيو داش. طب هل ممكن الدابليو تبقى بزير ومعيني بحرك الشحنة من مكان لمكان? اه. تعالوا نرجع سانا الورا للصف التاسع. فكريم في الحركة الدائرية المنتظمة لما كنت بتجيب حبل كده وتربط فيه كورة وتبدأ تلف الكورة دي في حركة دائرية. كان ايه اللي بيحصل? كان دايما في قوة جذب مركزي بتشير للمركز. والكورة دي لو سبتها في اي لحظة فهتبدأ تتحرك في اتجاه مماسي. طب والشغل ساعتها كان بيساوي ايه? بيساوي F في دي كوزاين ثيتا. ايه الثيتا دي? هي الزاوية ما بين القوة والمسافة او اتجاه المسافة. فلو انت جربت فالزاوية ما بين الاف ودي تسعين في الحركة الدائرية المنتظمة. فلو جربت تكتب كوزاين تسعين على الايلة هيطلع لك بزيرو. وزيرو في اي حاجة? بزيرو. فالشغل اللي انت بتبزيله مع ان انت بتحرك الشحنة من مكان لمكان ولكن الشغل اللي بتبزيله بزيرو وبالتالي فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي بزيرو. فيمكن ان توجد نقطتين في موقعين مختلفين ولكن فرق الجهد بينهم بزيرو. ليه? السبب اللي احنا قلناه. فلما يكون فيه نقطتين او اكتر فرق الجهد بينهم صفر فبنقول انه النقط دي بتقع فيه وضع متساوي الجهد طيب لو انا جبت شرحتين مشحونين بالشكل ده هل ممكن انشئ مجال كهرابي منتظم يعني ايه مجال كهرابي منتظم يعني شدة المجال سبتة عند اي نقطة فيه احنا اتفقنا ان اي شحنة بيبقى مجالها غير منتظم ليه لان شدة المجال قريب هنا بتكون اعلى من شدة المجال اللي بعيد هنا طب هل ممكن انشئ مجال كهرابي منتظم اه قال لك لو جبت صفحتين متوازين مشحونين فبينشأ ما بينهم مجال كهرابي منتظم يعني لو حطيت شحنة في اي حتة هتتأثر بشدة مجال سبتة حطيتها هنا حطيتها هنا حطيتها هنا فشدة المجال بتبقى سبتة وطبعا اتجاه المجال بيشير من الموجب للسالب ففي الحالة دي فرق الجهد ما بين الصفحتين دول هيساوي ايه قلنا ان فرق الجهد بيساوي الشغل على كيو داش يعني لو انا عندي صفحتين وجبت هنا شحنة اختبار موجبة وعايز انقلها من مكان لمكان ففرق الجهد بتاع الشحنة دي ما بين موقعين جوه المجال الكهرابي المنتظم هيساوي ايه فهنشيل الدابليو دي ونحط اف في دي واحنا عارفنا من الدرس اللي فات ان اف على كيو داش بتساوي ال ايه في ال ديه فشدة المجال الكهرابي المنتظم اللي موجود بين الصفحتين ضرب المسافة اللي هتمشيها الشحنة هو دوت فرق الجهد ما بين او فرق الجهد اللي حصل على الشحنة فنحفظ القانون ده كويس لان مهمة المسافة بنعوض بها بالمتر شدة المجال بين نيوتن على كولوم وفرق الجهد بدلتا فيه طيب تتوقعوا لما حرك الشحنة ديت هيكون الجهد الكهرابي بتاعها اعلى قريب من الموجب ولا كون لما مشت قدامه بقت قريب للسالب برافو طول ما انا بعيد عن الوضع المستقر هو ايه الوضع المستقر دي شحنة موجبة وبالتالي الوضع المستقر بتاعها ان هي تمشي نحية السالب فطول ما هي بعيد طول ما الجهد الكهرابي بتاعها عالي طول ما هي بتقرب كل ما بيقل جهدها الكهرابي فالجهد الكهرابي بيكون اعلى حاجة بالقرب من الصفيحة موجبة الشحنة هنا واقل حاجة بالقرب من الصفيحة سالبة الشحنة طب تعالوا نعرف معلومتين مهمين هل فرق الجهد بيعتمد على شحنة الاختبار او مقدار الشحنة فزي ما قلنا في المجال كده ان المجال ما بيعتمدش على شحنة الاختبار مع انه في القانون بتاعها عشان قلنا لما بنيجي نحلل الاف دي لقانونها فيطلع لنا في الاخر ان المجال بيسوي كي كيو على ار تربيع وكيو داش دي راحت فبنفس الفكرة هنا لما حللنا الدابليو لقانونها الكيو داش راحت فبنقول ان فرق الجهد لا يعتمد على مقدار شحنة الاختبار امال بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على المجال وعلى المسافة او الازاحة اللي بيمشيها الشحنة تاني حاجة لا يعتمد فرق الجهد الكهرابي على المصاري المستخدم للانتقال من احد المواقع لغيره امال بيعتمد فقط على موقعي البداية والنهاية حد يعرف ايه الفرق ما بين المسافة والازاحة؟ تعال اقول لكم انت لو خرجت دلوقت من بيتك رحت المدرسة فمشيت عشرة متر بعد كده رحت السوبر ماركت مشيت عشرين متر بعد كده رجعت للبيت تاني مشيت وليكن تلاتين متر المسافة اللي انت مشتها هي مجموع اللي انت مشيته يعني ستين متر الازاحة اللي انت مشتها زيرو ليه؟ الازاحة بتعتمد على موقع البداية والنهاية يعني اقول لي انت ابتدت منين؟ ولف لفتك وقول لي نهايتك فين؟ انت عيت عند نفس النقطة يبقى ازحتك زيرو لو انت مشيت كده فالازاحة تبقى الفرق ما بين هنا وما بين هنا وكذلك فرق الجهد فرق الجهد مش بيعتمد على المسار يعني ما تقوليش ان انت طلعت ففرق الجهد هنا زاد 3 فولت وبعد كده مشيت وبعد كده نزلت ففرق الجهد بقى 1 فولت انا مليش دعوة بكل ده انا ليه دعوة انت كان فرق الجهد بتاعك هنا كام؟ والجهد بتاعك هنا كام؟ اطرحوا من بعض هو ده فرق الجهد ففرق الجهد ما بيعتمدش على المسار ولكن بيعتمد على موقع البداية والنهاية فقط طيب تجربة قدرة الزيت لميلكان اتقال ان هي ملغية ولكن تعالوا نقولها فيها وجالة سريع ميلكان ده كان كل هدفه ايه؟ كان عايز يعرف الاجسام المشحونة هل الشحنة اللي عليها ديت عدد صحيح من الالكترونات ولا ممكن يبقى جسم مشحونة عليه 2.5 الالكترون 3.5 الالكترون فكان عايز يثبت انهي حاجة صح فعمل ايه؟ استخدم جهاز مكون من صفحتين متوازين وشحن كل واحدة فيهم دي موجب دي سالب او سوري العكس هو ركب بطارية هنا موجبة وبالتالي هيبدأ ياخد السالب هنا فدي هتبقى موجب ودي هتبقى سالب طيب وبعد كده رش قطرات زيت من بخاخ في الهوى ايه اللي بيحصل لقطرات الزيت دي لما بتطلع من البخاخ؟ بتبدأ يحصل لها احتكاك فبتبدأ تتشحن فبتنزل عن طريق الجاذبية تحت تأثير الجاذبية لتحت وبتدخل من فتحة موجودة في اعلى صفحت الجهاز طيب ايه بقى الفكرة؟ القطرة دي وهي نزلة نزلة تحت تأثير وزنها وايه كمان؟ في القطرة دي سالبة الشحنة فوهي نزلة ايه اللي بيحصل؟ بيبقى فيه قوة انجزاب لأعلى وكمان فيه قوة تالتة القطرة وهي نزلة فيه حواليها زرات هوى وبالتالي زرات الهوى دي بتعقها فقوة احتكاك الهوى لفوق فهي نزلة تحت تأثير الثلاث قوة دول الجاذبية الاسفل المجال الكهرابي الاعلى وقوة احتكاك الهوى الاعلى طيب ايه الفكرة بالضبط؟ هو كان عايز يوصل ان هو يثبت قطرة الزيت ازاي؟ هي نزلة تحت تأثير وزنها فبدأ يزبط فرق الجهد بحيث ان هو يعلي قوة الجاذب ما بينها وما بين الصفيحة اللي فوق فلو هي ثبتت فمعنى كده ان القوة الكهربية بتساوي وزن القطرة ده هنستفيد منه بايه؟ الاف جي عارف ان هو يحسبه عن طريق معادلات معقدة فالاف جي بقى معانا طيب والقوة اللي بتأثر عليه الفوق احنا قلنا ان شدة المجال بتساوي ايه؟ بتساوي القوة على كيو داش فالقوة اللي بتأثر عليه الفوق بتساوي ايه في كيو داش فوصل ان الاف جي بتساوي ايه في كيو داش طيب عارف يحسب الاف جي بطريقة معقدة والايه حسبها ازاي الايه بتساوي دلتا في من القانون دوت على ديه طيب فانا عارف المسافة ما بين الصفحتين وعارف الدلتا فيه اللي انا اصلا عمال بغير فيها اللي هي البطارية فقدر يحسب شدة المجال وبالتالي بقى معانا شدة المجال وقوة الجاذبية او الوزن فقدر يحسب الشحنة اللي موجودة على قطرة الزيت فقسم الشحنة ديت على شحنة الالكترون الواحد قاعد يجربها مرات كتير فلاقى ان بيطلع له دايما عدد صحيح فقالك ان كل الاجسام المشحونة لازم بيبقى عليها عدد صحيح من الالكترونات لو جبت اي جسم مشحون لازم يكون الشحنة اللي عليه عدد صحيح مضاعف للشحنة الاسية يعني الالكترون اتنين الالكترون سبعة الالكترون وهكذا فالاسئلة على تجربة قطرة الزيت بنستخدم فيها القانون ده وبنقول ان عدد الالكترونات بيساوي الشحنة الكلية اللي موجودة على قطرة الزيت على شحنة الالكترون الواحد ولازم يطلع لنا حدد صحيح لان ده اللي اثبته ملكا طيب تعالوا نشوف الموصلات الكروية الصلبة والمجوفة والاسطح الغير منتظمة ايه شكل المجالات الكهربية فيها الجزء ده تقال برضو ان هو ملغي فسواء ملغي او لا تقدر تعمل له سكب طيب الموصلات الكروية الصلبة والمجوفة لو انا عندي موصل كروي مشحون عليه شحنة سالبة مثلا فالشحنات السالبة ديت ايه اللي بيحصل ما بينها بيحصل بينها قوات نافر واي حاجة في الكون قلنا ان هي بتسعى للاستقرار طب الاستقرار بتاع اي واحد مش طيق التاني ان هو بيعمل ايه بيبعد عنه فبتبدأ كل الشحنات تبعد عن بعضها لأقصى مسافة ممكنة فبنلاقي ان الشحنات على الموصلات الكروية الصلبة والمجوفة ان هي بتتوزع بانتظام على السطح الخارجي للموصل يعني اروح منك فين تاني انا بعدت اكتر حاجة فوصلت عند السطح الخارجي فاول حاجة بنقول عليها ان تستقر الشحنات على سطح الموصل بالتساوي لان الالكترونات الحرة بتتنافر فبتنتشر بعيد عن بعضها بطريقة بتقلل منطقة الوضع الخاصة بيها وبالتالي بتستقر على السطح الخارجي بالتساوي طيب طالما قلنا بتستقر يعني مفيش الالكترونات بتحرك خلاص كلهم وصلوا للحالة دي وكله ثبت في مكانه كله ثبت في مكانه او استقر دي معناها ايه ان ما عادش فيه فرق جهد ما بين اي نقطتين على السطح ولا بين اي نقطتين جوه الموصل الكروي ده ليه؟ هو ايه اللي بيخلي الشحنة تنتقل من مكان لمكان ان يبقى فيه فرق جهد لو فيه شحنة جهدها كبير وشحنة جهدها قليل فتبدأ تتحرك لها طب احنا قلنا ان خلاص كله استقر وثبت على الوضع فافهم من كده ان فرق جهد بين اي نقطتين داخل وعاق مغلق ومشحون بتساوي صفر طيب ده بيفيدنا في ايه؟ لو حصل لقدر الله برق وفيه برق كتير بيحصل ورعد خش العربية بتاعتك على طول ايش معنا؟ لان العربية دي وعاق مغلق مشحون فهتحميك ازاي؟ دلوقتي فيه شحنات جاية كتير من السحابة الرعدية دي فهتبدأ تعمل ايه؟ هتبدأ تيجي لسطح العربية واحنا بنقول ان فرق الجهد ما بين اي نقطتين على الموصل او جوه الموصل بصفر وقولنا الشحنات بتنتقل بفرق الجهد فهي لما توصل لهنا فرق الجهد ما بين هنا وهنا صفر فعمرها ما هتعدي ليك؟ هتنزل على سطح العربية للخارج والعربية هتحميك طيب فجوه الموصلات دي المجال بيساوي صفر لكن خارج الموصل المجال كل واحدة من دول لها مجال فلو قربت اي شحن هنا هتتأثر بالمجال ده والمجال دايما بيبقى عمودي على سطح الموصل طيب في الاسطح غير المنتظمة يعني لو مش شكل كروي لو شكل مدبب زي كده فتجمع الشحنات بيبقى عامل ازاي؟ الشحنات بتتجمع عند المناطق المدببة طيب فاحنا قلنا ان كل شو احنا من دول ليها مجال وقلنا قبل كده ان لما خطوط المجال بتتقارب ايه اللي بيحصل؟ بيكون المجال اقوى طيب ده بيأثر ازاي؟ لو فيه سطح غير منتظم مشحون بالشكل ده فقوة المجال هنا ممكن تبقى كبيرة جدا لدرجة ان الجزيئات المتعدلة بتاعت الهوى بتنجذب ناحية الشحنات ده بسرعة فبتتكسر وتتحول الالكترونات سالبة وايونات موجبة وكذلك باقي زرات الهوى فبيحصل حالة من المادة اللي هي اسمها البلازمة ايه البلازمة دي؟ ان انت يتكون لك جزيئات كتيرة جدا من الالكترونات السالبة والايونات الموجبة فالبلازمة دي موصلة للكهرباء فده بيخلي زي فيه اشتعال او فيه شرارة بتحصل وده نفس اللي بيحصل فيه اللمبات النيون في الاول او في اشد الحالات زي البر زي ما شرحنا قبل كده ان الهوى بيتأين فبيبقى موصل فبنقول ممكن ان يصبح المجال قوي جدا لدرجة انه يسبب نزع الالكترونات من الزرات فبينتج الالكترونات سالبة وايونات موجبة بتتسارع وبتصطدم جزيئات تانية فتبدأ تكسرها تاني فده بيؤدي لتأين المزيد من الزرات يعني وجود ايونات والمادة اللي بيكون كلها ايونات دي بتسمى البلازمة وده موصلة للكهرباء فبينتج عن تفاعة المتسلسل ده توهج واردي زي شرارة او فقشد الحالات برق طب احنا كبشر استخدمنا الظاهرة الفيزيئية دي في ايه في منعات الصواعق منع الصواعق زي ما قلنا ان هو بيتحط على اعلى جزء فيه المبنى مش بس كده استخدمنا ان هو بيكون مدبب ليه عشان لما يحصل صحابة رعدية تبدأ كل الشحنات هتتجمع فين في الجزء المدبب زي ما قلنا فلما تتجمع في الجزء المدبب بتعمل ايه؟ بتعمل مجال قوي جدا فاول لما الالكترونات دي تلاقي منفذ وتعدي هتعدي فين؟ هتعدي وتروح للمجال القوي ده وتنجذب ليه فهيبقى اول حاجة تقابل الشحنات دي فهو اللي هيسحب كل الشحنات من السحابة فلو في اي حد ماشي هتحميه او لو في اي حد في البناية هتحميه ومنعات السوعج دي بتتوصل بطريقة امنة للارض فتتخلص من كل الشحنات ديت للارض بطريقة امنة طب اخر جزء معنا جهاز تعالوا نعرف اهميته ايه؟ في اجهزة كهربائية بتحتاج شحنات تتضفق فيها ببطء عادي والجهاز هيشتغل عادي وفي اجهزة تانية بتحتاج لا انا عايز كمية كبيرة من الشحنات توصل لي في الثانية الواحدة عشان اعرف اقوم واشتغل بسرعة كويس واتديلك الغرض بتاعك طيب وفي استخدام تاني ان لو مثلا الكهرباء قطعت ففي اجهزة لو الكهرباء قطعت عنها في الحال فهتفقد البيانات اللي عليها مثلا زي لابتوب او كمبيوتر او حاجة ففي حاجة اسمها المكسف ده بيكون عامل زي الباوربانك كده بخزن فيه طاقة ان هو يمد الجهاز ده بالطاقة اللي هو عايزها عشان يحصل له شات داون بطريقة امنة فالباوربانك في الحالتين ده بنسميه ايه؟ بنسميه المكسف يبقى من اللي احنا قلناه ده المكسف ده عبارة عن ايه؟ جهاز بخزن فيه الطاقة الكهربية ازاي؟ بنقول ان هو بيتكون من صفحتين موصلتين منفصلتين بعازل رفيع يعني صفحتين من مادة موصلة بينهم عازل وبنلف الستوانطين دول وللتشكيل استوانة فيظهر لنا بالشكل ده وكل مكسف بيكون ليه ساعة محددة مش بتلاقي باوربانك مثلا عشر تلاف ميلي امبير وباوربانك تاني عشرين الف ميلي امبير وهكذا فكل واحد ليه ساعة محددة ايه هي الساعة بتاعة المكسف؟ تعالوا نشوف هو المكسف ده بخزن فيه الطاقة الكهربية ازاي؟ بوصله ببطارية فايه اللي بيحصل؟ البطارية دي بتعمل ايه؟ بتعمل لي فرق جهد ما بين الجانب ده والجانب ده يعني ايه برضو؟ يعني بتخلي الشحنات اللي هنا جهدها اكبر وبالتالي بتبدأ الشحنات تنتقل من هنا للصفيحة التانية وعمل هنا عازل فالشحنات مش هترجع تاني فبفضل اشحن لغاية لما الشحنات اللي هنا تقتها تبقى كبيرة لدرجة ان اي شحنة جاية خلاص هتتنفر معها وبعد كده بشيل البطارية دي فبيبقى عندي طاقة كهربية مختزنة ازاي؟ لما ابدأ احط المكثف ده مثلا اوصله بمصباح ايه اللي هيحصل؟ هتبدأ الشحنات تنتقل بفرق الجهد اللي فيها من السالب للموجب لغاية لما تقل خالص فهلاقي ان المصباح في الاول نور ولما قلت خالص انطفى تاني زي الباوربانكي بالزبط هيشحن موبايلك لغاية حاجة معينة وبعد كده الطاقة اللي جواه خلصت فهو ده المكثف هو بخزن فيه طاقة كهربية ان انا بوصله ببطارية وبعد كده باستخدمه بقى عشان استخدامه فيه اه نور لمبة اه اشحن موبايل وهكذا طيب تعالوا نعرف يعني ايه السعة السعة ديت هي ان انا لما بعمل فرق جهد واحد فولت فهلاقي مكثف طلعلي عشر شحنات في الثانية مشوا من هنا للصفيحة التانية وفي مكثف تاني خلى فيه عشرين شحنة تنتقل من الصفيحة دي بالصفيحة دي او لما بجيب مثلا مصباح ففي مكثف بيخلي عشر كولوم بس يعد في الثانية وفي مصباح تاني يخلي عشرين كولوم في الثانية المصباح ده لما عمل فرق جهد واحد فولت في مكثف خلى فيه عشر كولوم ينتقل في الثانية وفيه واحد تاني يخلي عشرين كولوم ينتقل في الثانية تتوقع السعة بتاعت مين اكبر بالزبط اكيد اللي طلعلي شحنات كبيرة يعني ده شحنة كبيرة قوي طلعت لنفس فرق الجهد لما عملت فرق جهد بس لقيت ان ده طلعلي كمية شحنات اكبر من التاني فده ببساطة تعريف سعة المكثف هي مقدار الشحنة على احدى الصفحتين لفرق الجهد بين الصفحتين يعني بيطلعلي كم شحنة لما طبق فرق جهد معين طيب فلو جينا رسمنا علاقة ما بين الكيو والدلتا فيه فهنلاقيها علاقة طردية مية للخط المستقيم ده هو دوت السعة بتاعت المكثف طب السعة دي بتتقاس بايه اتسمت على اسم العالم اللي اكتشافها اللي هو فرد فالفرد بيكافئ واحد كولوم لكل فولت والفرد دوت واحدة كبيرة واحدة سعة كبيرة عشان كده هتلاقي معظم المكثفات اللي هتشتريها لللمبات مثلا بتاعتك او الاجهزة بتتراوح ما بين عشرة بيكوفرد البيكو دوت عشرة اسالب اتناشر والمايكو او المايكرو فرد خمسمائة مايكرو فرد الميكو ده اللي هو عشرة اسالب ستة طيب هل السعة بتتغير بتغير فرق الجهد لا اه وما لما بزود فرق الجهد بيزيد معاكمية الشحنات اللي بتنتقل فتفضل السعة سابتة وما للسعة بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الخواص الفيزيائية اللي متكون منها يعني اول لما المكثف ده يطلع من المصنع انت مش تعرف تقلل ولا تزود السعة بتاعته ازاي؟ سعة المكثف بتعتمد على كذا حاجة ممكن ازود سعة المكثف ازاي؟ لو زودت مساحة سطح الصفحتين يعني احنا قلنا ان هو متكون من صفحتين وبينهم عازل رفية فلو زودت المساحة فهزود كمية الشحنات اللي بقدر اخزنها فبزود السعة بزيادة مساحة سطح الصفحتين او اقلل المسافة بين الصفحتين فهيقل المجال الكهرابي وهيزود القدرة على الاحتفاظ بالشحنات احنا قلنا لو زاد المسافة ما بين الصفحتين فالشحنات هيبقى فيه مجال كهرابي كبير او لها جهد اعلى فممكن افقد شحنات ترجع تاني للصفيحة الاولانية فانا كده بافقد الشحنات اللي انا مخزنها في المكثف فكل لما قربت الصفحتين كل لما قللت المجال وكل لما قللت وكل لما زودت قدرتي على الاحتفاظ بالشحنات وتالت حاجة طبيعة المادة العزلة بين الصفحتين هي المادة العزلة دي بتعمل ايه؟ المادة العزلة دي بتقول لو فيه اي حاجة عايزة تهرب فتعالي لنا ما تروحيش للناحية التانية فبتبدأ تعمل مجال داخلي بينهم كده بيحافظ على الشحنات وتخزنها في المكثف وكمان بتمتلك بعض المواد القدرة على زحزحة بعض الشحنات على الصفحتين يعني هو بيجذب السالب ده نحيته فيفضيلي حتة اكبر ممكن يجي لها كمان شحنات فبزود القدرة او الساعة التخزينية بتاعت المكثف ده وفي الاخر بنقول ان المكثفات بتسمى على حسب المادة العزلة المستخدمة فالمكثف بيتسمى بالسيراميك او البوليستر او الورق او الميكا ده على حسب اللي هي اسم العزل وبنقول ان فيه انواع مكثفات ممكن تبقى كبيرة قوي تملى قوضة كاملة ودي اللي بنستخدمها في توليد برق صناعي او لزارات عملاقة ومكثفات صغيرة دي اللي بتستخدم في الكمبيوتر والتلفزيون والكاميرا طب هل في خطورة من مكثفات زي ما قلنا ان المكثف ده بيحتفظ بالطاقة حتى بعد ما تفصل الكهرباء فعشان كده في اجهزة كتير يقولك خلي بالك ما تفتحش العلبة بتاعت الجهاز الالكتروني ده لان بيفضل في المكثفات دي تشحنات وبالتالي ممكن تأذيك لو انت لمستها اتمنى يكون فرق الجهد والمكثفات اتفهم كويس بحيث لو جالنا اي سؤال ان شاء الله انا اعرف نجاوب عليه ولو عندكم اي استفسار بعتولنا واشوفكم على خير